بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذه المرحلة أرسل المنافق المدينة رسالة إلى زعماء بن النظير يقولون فيها لا تخافوا فإننا سننسركم ونقاتل معكم ولكن لم يتجرى هؤلاء المنافقين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يكن لدى بني قريضة أشجاع للنزول إلى الميضان ضد المسلمين ومساعدة بن النظير فكانوا يساعدونهم خفية بقي بن النظير في حصونهم مطمئنين بأن المسلمين لن يتمكنوا من إيذائهم وسيغادلون بعد أن يضيقوا ذرعا لا شك أن فتح مثل هذه الحصون في ظل الظروف ذلك الوقت كانت مهمة صعبة وطويلة وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار بن النظير وأثناء الحصار أمر بقطع بعض الأشجار وحرقها ولكن هذه الأشجار كانت كمينا لليعود فكان لابد من حرقها لوقف القتال والدمار وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقها بأمر الله تعالى الذي قال ما قطعتم من لينات أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ووارد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بالعفو عن اليهود مرة أخرى وعرض عليهم معادا جديدا ولكنهم رفضوا وحيث أنهم كانوا يحبون المال جدا استسلموا على الفوري عندما احترقت أشجارهم ووافقوا على مغادرة المنطقة يقول حضرة ميزا بشير أحمد رضي الله عنه لأيام عديدة كان المسلمون يحاصرون اليهود ولكن دون نتيجة ولما أمضت أيام على الحصار واستمر بن النظير في القتال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بعض نخيل بن النظير وكانت هذه الأشجار عبارة عن نخيل مقطوع من نوع اللينا وهو نوع لا تستخدم ثماره للاستهلاك البشري وكان الغرض من هذا الأمر أن يصاب اليهود بالهلع فيفتح أبواب حصونهم وبهذه الطريقة تحفظ العديد من الأرواح بخسارة عدد قليل من الأشجار وقد نجحت هذه الاستراتيجية حيث لم يقطع سوى ستة أشجار فقط فربما قد اعتقد بن النظير أن المسلمين سيقطعون جميع أشجارهم بما في ذلك أشجار الفاكهة فبدأوا يسرخون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح إلا بقطع نخيل اللينا وعمما لا يسمح للمسلمين بقطع أشجار العدو المثمرة إلا أن هذه الخطة نجحت وخاف بن النظير ففتحوا أبواب حصونهم بشرط أن يسمح لهم بأخذ أموالهم وآثاثهم والخروج بسلام وهذا هو الشرط الذي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم سلفا وحيث أنه لم يرد إلا توطيد السلام والأمن قبل شرطهم غضا الطرف عما تعرض لهم المسلمون من أدرار وعين محمد بن مسلمة بترحيل بن النظير بسلام من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لليود أخرجوا من المدينة آمنين وخذوا ما استطاعت إبلكم من متاع إلا السلاح وهذا يفند أن المسلمين كانوا يريدون الغنائم وصفك الدماء فمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتسر على هؤلاء اليهود الذين استمروا في نقض عهودهم مرارا وتكرارا وقاموا بمؤامرات شائنة ومحاولات لقتله وهو رئيس دولة المدينة المنورة وقاموا بتمرد مسلح وفي هذا الحصار الأخي طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا المواعد معه ولكنهم رفضوا متكبرين وأخيرا عندما سيطر عليهم وكانوا يستحقون أشد العقب بكو وهنا تتجلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه حيث سمح لهم بالخروج بسلام وأمان وأجاز لهم أن يأخذوا أمتعاتهم مع عداء السلاح فاستغل اليهود ذلك وحملوا أموالهم وأثاثهم على ست مئة بعير وحرقوا ما باقي منها وهدموا سطوح منازل وجدرانها حتى لا يستخدمها المسلمون كان في بن النظير جماعة من أبناء الأنصار لأن المرأة من الأنصار كانت إذا لم يعيش لها ولد تجعلوا على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده لما كان بن النظير مغادر من المدينة تحت إشراف صحابي محمد بن مسلمة أراد بعض الأنصار أن يمنعوا ذريتهم الذين تهودوا نتيجة نذور آبائهم من الثغاب معهم ولكن طلبهم هذا كان مخالفا لأمر الإسلام لا إكراه في الدين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ضد المسلمين وقال لا نستطيع أن نمنع أحدا يهوديا يريد الذهاب إلا أن رجلين من بن النظير أسلم من تلقاء نفسهما وأقام بالمدينة عند نفي بن النظير لم يكن ضروريا أن يغادروا شبه الجزيرة العربية بل كان عليهم مغادرة المدينة فقط فذهب بعضهم إلى منطقة أذرعات في الشام وذهب غالبيتهم إلى خيبر التي كانت مركزا كبيرا لليهود في الجزيرة ولديهم فيها مسلحون وقلع وصروة ذراعية كبيرة كان اليهود جميعهم يعترفون بقيادة بن النظير لأنهم كانوا يعتقدون أنهم من نسل هارون عليه السلام وكانوا معيرين في السياسة فلما ذهب يهود بن النظير إلى خيبر تمكنوا بسهولة من تسيخ مكانتهم في موقع القيادة ونتيجة لذلك أصبحت خيبر جبهة قتال رئيسية ضد المسلمين بعد نفي بن النظير أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسلحتهم وبساتينهم وأراضيهم ومنازلهم وكانت هذه أول غنام الفي فقسمها كلها على المسلمين لينفقوها في أعمال الخير وفي ختام الخطبة طلب أمل ومؤمنين أسره الله مواصلة الدوعي للأحمديين في باكستان أن يحسن الله ظروفهم ويحميهم وطلب كذلك مواصلة الدوعي لحالة العالم ككل حيث تستمر ظروف الحرب في التطور ودعا الله أن يحمي الأحمديين وجميع الأبرياء من آثارها آمين